السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم جبنا لكم ليزوغاي كما راكوا تشاهدون يجوا محمرين ومقرمشين يجوا ما شاء الله لأول مرة يزور القناة يشترك في القناة ويفعل زر لايك إذا راكوا تشوفوا كيف الجو روعة ويجوا محمرين نروح مباشرة للمقادير إذا نحتاج العجين الموارقة سبقتوا أنو حضرتها لكم ستوجدوها في صندوق الوصف ستوجدوها في المقادير في صندوق الوصف إذا نحتاج فقط العجين الموارقة لكم تشاهدوا فيها موارقة ونحتاج السكر فقط والحلل باش نحلو العجينة إذا مباشرة نرش طاولة العامل بسكر السكر العادي نحط العجين الموارقة نرش دايما بالسكر نفتحها إذا هكوا تشاهدوا كيف أشآل العملية نحاول نفتح السكر كامل باش يبقى ليش يجين طبقة إذا بهذا الشكل ونفتح العجينة كلها إذا قد تكون حلوة بسيطة خصوصا نحنا نخدم العجين الموارقة بالكمية اللي قلت لكم إذا تقدروا تخدموا بها لزغي عادي إذا هكوا تشاهدوا وصفة بسيطة للقهوة أسهل ما يكون وتجيها اللذيذة وهين وتجي تقرمش أحسن من اللي تبع في المحلات وحاجة نقية إذا نبقى نرش شوية في السكر خلاص اللي من الأسفل ونفتح العجينة رقيقها شوية هكوا تشاهدوا كيف أشآل نفتح العجينة احنا هذه العجينة بعد ما نفتحها إذا بهذا الشكل كيف فتحناها نحاولوا نديروا الشكل مستطيل ولا مربع احنا نبدأ أن نلويم الطرافين نحط أن تبقى اللولة من هذه الجهة الثانية كيف كيف نزيد نطوي إذا نحاول نطويهم كيف كيف نفس الطيات حتى يوصلوا بعضهم بعض ويشدوا بهذا الشكل كتشوفوا إذا بعد ذلك نقسمهم 1 سنتيم نقسمهم 1 سنتيم البعد بين الحبة وخطاء فأنتم قطعوا كامل حاولوا تقطعوا 1 سنتيم نديروا صبعكم وقطعوا نحن نكمل كمية كامل نقول لكم حلوة بسيطة وسهلة في دقائق قرميها في الفور وانه هي طيب لك إذا نحن نخذ قطعة كما كنت شاهدوا نضغطوا عليها شوفوا كيف أشراح ندير نضغط عليهم كما كنت شاهدوا شوفوا انا هي تشوفوا ورقيقة وبعدها نحطهم إذا نحاول نضغط عليهم ما تخافوهم مش ببعك حين تفخوا وحدهم هنا بعد ما كملت الكمية كامل حطتها على ورق الخبز نحطهم في الفور 180 درجة يطيبونا من الأسفل نحمروهم من فوق ونرجعو لكم فيما بدأ حتشوفوهم كيفش يجو شابين يعني نجيو ما شاء الله إذا هاي النتيجة لأمامنا إذا بعد ما طابوا شوفوا حمارو كامل من الأسفل حمارو يجو انا قد كم يجو مقرمشين ما شاء الله شوفوا الشكل أمامكم يجو انا قد كم جاتوا حفا إذا هذو انا يصلحوا للقهوة خير من نروحوا نشروهم من البرة ويجو متحوفين صغار شابين كما احنا نحبو نقطعوهم متوسطين ولا كبار ولا صغار يكونوا بهذا القدر يكفي ويجو انا شابين يعني متحوفين يجو في الصحن إذا هاي الكمية الكمية يعني نص العاجين ربع العاجين للعاجين المورقة شوفوا انا كم يلا يباك ما شاء الله هاكو شوفوا انا يجي تفتت كل ما يتبرد كل ما تزد تشد روح أكثر إذا نجربوا وما تخافوش ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى فيديو آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة